بسم الله الجميل الذي يحب الجمال خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ بنحاول فيها أن يؤثر تزوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذ الحبيب نجيب محفوظ إحنا دلوقتي في الأحلام الأخيرة كتاب الأحلام الأخيرة وذا حلم رقم 200 وخمسة ويبدأ هكذا رأيتني أدرس القانون إكراما لأبي وأزوب في الأنغام مرضاة لروحي وعند ظروة الاختيار تناهى به العذاب ولكن الروح انتصرت في الختاب يا الله سطرين بيعبر فيهم محفوظ قصة حياة كاملة الإنسان كاملة الإنسان وبالذات في مجتمعنا بردرس قانون إكراما لأبو يعني يا جماعة الناس في العالم المتحدد مفيش حد بيدرس حاجة إكراما لحد الشبابنا إحنا بنقذيهم أزية جمدة جدا والله إن إحنا بنقض وهم مظاهرين تلامزة في مدرس نحشو ادمرهم بمعلومات مجرد حشو أغلبهم ملوش قيمة ثم بعد كده نجبرهم على نوع معين من الدراسة ونقولهم عشان مجموعة كذا يبقى تخش كلية كذا وتدرس حاجة ما انتش عايز تدرسها وبعدين تشتغل شغلانة ما انتش عايز تشتغلها وتمشي في كرير مش حبه حاجة لا معقولة إحنا بنعيش في لا معقول وعبس والله وده مش ممكن يعمل أي تقدم شباب يدرسوا حاجات مش عايزينها ويشتغلوا في حاجة مش حبينها طب إنت هتتطور وتتقدم إزاي هنا بيعبر الأستاذ عن إن في الآخر طريقة روح الفنان والمتصرف وحفوظ إن الروح في الآخر بتنتصر خلوني أقول لحضراتكم حاجة إن هذا ما حدث مع الأستاذ نجيب شخصيا الأستاذ نجيب مراحش يدرس فلسفة في كولية الأداب بناء نلغبت والده أبدا هو حب الفلسفة لكن هو جات مرحلة بعد ما هو دخل كلية سنة تلاتين وتخرج أربعة والتلاتين بعد ما تخرج والدفع كانت أربعة كلهم بدأوا دراسات أولية تلاتها الآخرين بأسات زكبار فهو أيضا بدأ دراسات أولية بدأ يعد رسالة ماجستير تحت إشراف الشيخ مصطفى عبد الرازم وبعدين قاعد سنتين بقى بيدرس بيعمل ماجستير وبيشتغل موظف الجامعة وبيقرأ أدب ويكتب أدب فالحكاة بقت مستحيلة فبقى مستحيل إن هو يحقق كل ده هنا لازم أقول لحضرتك لو كان الأستاذ نجيب استمر كان الطريق قدامه مفتوح يعمل خلص الماجستير يعمل دكتوراه سواء في مصر أو برا مصر يبقى دكتور في الجامعة يتفتح الطريق قدامه طريق يعني جميل وهو حبه ودراسة هو اللي حبيبها لكن إنه إنه هذا المبدع العظيم يجيب سنة ستة وتلاتين بعد سنتين يعني كان قرب ينهي المصدر بعد سنتين يقرر إيقاف إيقاف استكمال رسالة المرشستير وإنه يتفرغ باقي وقته لأنه موظف يتفرغ باقي وقته للأعمال الأدبية قرار في غاية الصعوب إنه قاعد سنتين هو كان بيحكي يقول لنا كان في عذاب ما بين لأنه حاجتين بيشدوه بيحبوهم وطريقين مختلفين لكن هو اللي لقى نفسه مش ممكن حيقدر يواصل لأنه عايز يقرأ عمال كتيرة أدبية ويكتبه فكان محتاج نصف اليوم المتوقع بعد الشغل في إنه يقديمه فكان قراره هو إنه يطرر رسالة المرشستير ويتوقف عن هذه السكة من أجل إنه يتفرغ الأدب وبيذكر إنه في سنة ستة وتلاتين دي كان فيه قرار باستقلال مصر استقلال سوري كده فهو بيعتبر إنه هو كمان حقق الاستقلال في نفس السنة اللي مصر حققته يا طرى مين كان في الوقت دوت حد زي الشيخ مصطفى عبد الرازي كان يتصور إن هذا الشاب النابه إنه لا يكمل دراساته العليا من أجل إيه عشان يكتب قصص عشان يكتب قصص يعني لكن على فكرة الأستاذ نجيب لم يتوقف اهتمامه بمتابعة ما يصدر من دراسات في الفلسفة واهتمامه بالفلسفة والثقافة العامة وطبعا ده كان عنصر مهم جدا في عظمة إبداعه وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله هو الله أعلى شكرا